سلام يا صبايا وصفتنا اليوم هي وصفة الجلاب يلي هي وصفة رمضانية بامتياز ولا غنى عن هيدا المشروب اللذيذ يلي هو مميز على طاولة الاخطار بأيام شهر رمضان بهيدا الفيديو رح قدم لكم طريقتين مختلفين عن بعض كيف ممكن يتحضر الجلاب اول طريقة حتكون ان شاء الله هي طريقة الجلاب يلي بيكون مركز بعد منا بقدم لكم طريقة تانية كيف بيتحضر الجلاب على البارد حبيباتي اذا نال اعجابكم الفيديو وطريقة التحضير خلولي لايك وما تنسوني من التعليق قبل ما فوت على التحضير بحب ارجيكم المكونات يلي استخدمتها للجلاب مثل مثلا دبس العنب جبته من عند الاتراك من السوبر موجود بالمانيا وعننا كمان بخور لسنوبر هو الافضل الشي بخور لسنوبر للجلاب واذا ما تواجد بخور لسنوبر اي بخور تاني كمان بيصير وعننا تلوين للطعام يلي هو جاي على لون البيتنجاني والافضل يكون تلوين الطعام بشكل البودرة اول شي بحضر المكسرات مثل السنوبر والكاجو بحطهم بقلب الجات وبحط عليهم ماء سخنة وبخليهم على القليلة بين الاربع لست ساعات واذا كان ليلة كاملة بيكون احسن ونفس الشي باللزبيب وبحط عليه ماء سخنة وبتركه كمان منقوع وبحط كمية السكر مع كمية الماء وقليل من الليمون بقلب الطنجرة للاسف ما ظهر عندي على الفيديو كيف عم ضيف الليمون بعد منه بولع النار على اعلى درجة بداية بخلي القطر يغلي لفترة الديئتين على اعلى درجة وبعد منه بخفف النار على درجة الحرارة المتوسطة وبترك القطر ليغلي ربع ساعة اخر دقيقتين بضيف الدبس العنب على القطر وبحرقه منيح ليدوب الدبس بقلب القطر اخر شي بتطف النار وبضيف اسانس مايل ورد يلي مش متوجد عنده اسانس مايل ورد فيه يستبدل الاسانس بمايل ورد العادة يلي بنستخدمه بالحلويات العربية كمان بيصير على العموم ان كان اسانس مايل ورد او مايل ورد العادة لحتى ما يمرمر الجلاب عنا ضيفه مايل ورد بانتباه وبحذر يعني اذا ضفت اضافة زيدة عن اللزوم ممكن كتير يمرمر عنا الجلاب يعني ضيفه مايل ورد بحذره بانتباه هون طبعا بعد ما طفيت النار اخر مرحلة بضيف لون الطعام بأثناء ما كنت عم بحضر الجلاب المركز كان زوجي عم بيساعدني على الجهة التانية عم بيولعلي الفحمات مع البخور عم نستنى ليولعوا الفحمات لحتى نضيف البخور وهاي هي الكمية يلي استخدمتها من البخور يعني بيعملوا حوالي معا الأكبيرة نعمتن شوي وهلأ بوديهم على الجهة التانية لحتى نولعون بس يجهز عندي البخور ويصير يدخن بيخد البخور وبحطه بقلبه يعاء يلي أصغر من الطنجرة وبسقط البخور بقلب منه وبغطي الطنجرة بالغطا لحتى ما يسرب من الطنجرة دخان البخور الأفضل أن يغطي الطنجرة بحرام وهلأ بترك الجلاب ليعبق بالبخور على القليلة بين 3-4 ساعة لغاية ساعة كاملة بعد هيد الفترة بكشف على الطنجرة وما شاء الله ريحة كتير زاكية مثل ما شايفين القطر بعده صخن لها سبب بعده رئيق بس إن شاء الله بس يبرد حيركز ويزبط القوام فهيدا المحل صار الجلاب بيرد ببرودة درجة حرارة الغرفة ما شاء الله قوام كتير رائع وريحة كتير شهية ما فيني خبركن أدي هي الريحة شهية ولذيذة طبعا قبل ما قملى القنينة بالجلاب ضروري كتير عقم القنينة طريقة التعقيم كتير هينة بغلي الماء وبعبي القنينة بماء السخن الغالي بتركها تقريبا شي ساعة بعد ساعة بفضي الماء وفيني ضيف الجلاب يلي هو بيرد بدرجة حرارة الغرفة بعد ما مليت القنينة بالجلاب المركز خليت القنينة على قليلة 12 ساعة بالبراد مهم كتير أنه يتقدم الجلاب كتير بيرد هي لذة الجلاب بالبرودة رح أحكيكم عن عيار الماء مع عيار الجلاب المركز طبعا أنا هون ضفت 500 ملي من جلاب المركز يلي هو أكيد بيرد وبعد منها بضيخ لتر ماء كمان تكون ماء بيردة طلعة من التلاجة وبضيخها شوي شوي على الجلاب المركز يعني بحط لكل نص لتر جلاب مركز لتر ماء بيردة وبخلط مع بعض وبصير جاهز للتقديم حبيباتي تابعوني وشوفوا معي طريقة تانية كيف بخلط الجلاب على البيرد تقريبا نفس مبدأ أول طريقة بحط السكر مع دبس العنب بقلب الطنجرة هون حصل عندي شوية عدم انتباه كان المفروض حط السكر مع دبس العنب على جهة واحدة ما حطن بالنص عم برجع هون صحح الغلط اللي ساير عندي عم شيلهم وجموهم على جهة واحدة لازم فضي محل إلى البخور بهالأثناء كان زوجي عم بيولع لي البخور مع الفحمات صاروا والعانين عم ضيفهم على جنب السكر والدبس العنب بحط الغطع على الطنجرة وبخلي السكر ودبس العنب يعبقوا منيح بقلب الطنجرة ومتل أول طريقة وبغطي الطنجرة باللحرام بعد ما مضى تقريبا شيء ساعة بكشف عن الطنجرة وبتخلص من البخور وبضيف تلوين الطعام مع إصانس ماي الورد وأكيد بصير شوي شوي بضيف الماء مع استمرار بالتحريك المهم كتير يدوب السكر على الآخر ما المفروض أبدا يضل بقايا من حبابات السكر بكعب الطنجرة يعني بضلني عم محرك لأتأكد أنه داب السكر كليا بين الفترة والتانية بقلب الطنجرة خفيف على جهة واحدة لحتى أتأكد ما بقي بقايا من حبابات السكر بكعب الطنجرة للإطمئنان أكتر الأفضل أني نزل المشروب بقلب مصفاية يكون مصفاية كتير نعمة يعني أنا عم مصفاية موجودة عدكن بتنزلوا المشروب بقلب البريق الجلاب صار بارد وجاهز للتقديم بصفي الزبيب والمكسرات من الماء بضيف المكسرات بقلب الكاسي يلي بدي أقدم فيه الجلاب مع الزبيب هون الكمية كل واحد وزوقه أهم شيء يدبع الجلاب لثلاث مكونات يلي هني أساسيين عند التقديم مثل السنوبر، الكاجو والزبيب طبعا وأكيد مع التلجات من الملاحظات المهمة عند الجلاب ضروري يتقدم كتير بارد هو لزة الجلاب بالبرودة حبيباتي وصلنا لآخر التحضير بتمنى هيدا الفيديو نال أعجابكم بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع وصفات أم علي ترجمة نانسي قنقر